موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نناقش فيها واقع الأمة اليمنية في يوم عيد الأمة كأي يوم مر عيد الأمة على الأمهات اليمنيات بل أن بعضهن في يومهن العالمي تعرضن للتهديد بالقمع على أبواب قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن بالتوازي تكافح الأمة اليمنية في كل مكان لتبقى على قيد الحياة تناضل على أبواب السجون وفي الحقول حتى في البيوت وفي كل مكان نضال حقوقي ومعيشي ونوعي يزيد من عظمة الأم اليمنية كيف مر عيد الأم على الأمهات في اليمن وما الذي يمكن فعله لتوفير الحد الأدنى على الأقل من الحماية للأمهات المناضلات على أبواب مسؤولي الدولة والميليشيا وكيف يمكن تقييم دور المنظمات الدولية التي تزعم العمل من أجل المرأة في العالم أين هي فعلا مما تتعرض له المرأة في اليمن نناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوفنا بعد أن نتابع سويا هذا التقرير أمام أسوار قصور ومنازل المسؤولين يبحثن ويفتشن عن أمومتهن المصادرة عن فلذات أكبادهن المخفيين بلا تهم وبلا مصير معلوم هكذا مر عيد الأم على أمهات المختطفين والمخفيين قصرا في سجون عدن المدينة المحررة منذ منتصف عام 2015 لكن معظم سجونها ما تزال خارج سيطرة الحكومة وتديرها قوات أمنية مدعومة إمارتيا وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين أمام أسوار قصر المعاشيق التي يقطن بداخلها مسؤولو الحكومة ومندوبو التحالف المسؤولون عن ملف عدن الأمني الخذلان والأسف من التجاهل الرسمي لقضية أبنائهن المخفيين ومصادرة حريتهم وانتهاك كرامتهم كان أبرز ملامح الوقفة الاحتجاجية وطالبت الوقفة الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه المختطفين والكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم دون قيد أو شر وندينا في وقفتنا هذا تهديد حرس منزل وزير الداخلية أحمد الميساري يوم أمس الأربعاء للأمهات المختطفين بإحضار شرطة نسائية في الوقت الذي يقف أمام منزلهم المطالبة بالكشف عن مصير أبناؤنا النائب العام علي الأعوش كشف عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين بعد صمت استمر طويلا حيال قضايا السجون السرية والمختطفين والمخفيين قسرا وقطع الأعوش عودا لرابطة أمهات المختطفين بالكشف عن مصير ذويهن ومتابعة اللجنة المكلفة بالملف في فترة أقصى الثلاثاء القادم فهل تثمر مساعي في وضع نهاية لمأساة عشرات الأسر أم أن وعوده ستذهب كسابقه من المسؤولين أدراج الرياح؟ إذن ينضم إلينا من القاهرة الناشطة الحقوقية أمت السلام أو عفوا أمت السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين سيدة أمت السلام مساء الخير مساء النور حياة الله أهلا بك سيدة أمت السلام ونتسأل ما الذي قد يبرر تهديد أمهات المختطفين على أبواب معاشيق؟ أولا نشكركم ونشكر قناتكم الكريمة ونقول للأمهات في العالم كل عام وأمسي بخير وصحة وسلامة وتحتضرين أبنائك وتسعدين معهم ونطلب منهن جميعا الدعاء لأمهات المختطفين الذي مر عليها يوم 21 مارس وهي في باب المعاشيق والأخرى أمام أبواب السجن الأمن السياسي في صنعاء وهبرة والثورة وغيرهم تريد أن تدخل الأكل لأبنها وترفض الجماعة الحوثي إدخال الأكل لأبنائها وكذلك تتجاهل حكومة الشرعية مصير كثير من المختطفين وتتجاهل معاناة أمهاتهم وهذا العيد الذي يمر على أم المختطف سواء هنا أو هناك من المعاناة الشديدة في هذا اليوم الذي العالم كله يكرم الأمهات ولكن أمهات المختطفين لا يجدنا من يكرمهن نعم إذن سيدة أمت السلام يعني كان هناك حديث سابقا أن هناك تجاوب وأيضا تعاطف من قبل الحكومة الشرعية مع قضية المختطفين وأنها تقدم الوعود تلو الوعود في مسألة الإفراج عنهم واليوم نسمع عن خبر أن هناك تهديد للنساء أمام قصر مع الشيق يعني ما الأسباب؟ طبعا أحرجت الأمهات المختطفين أحرجت الجميع أحرجين الشرعية أحرجين الحوثي أحرجين الأمم المتحدة أحرجوا الناس جميعا لأنها تطالب بحق إنساني ليس فيه مجال سياسي ولا منازعات سياسية هذه حقوق إنسانية حق إنساني تكفله الشريعة والدساتير الجميعا لهذه الأم أن ترى ابنها أن تجد ابنها أن تسمع عن ابنها وكذلك أمهات المعتقلين في عدن يطالبنا أنه إذا كان أبناؤنا مجرمين أو حصل لهم فيه قتلوهم للعدالة حاكموهم أما أن تخفوهم أو تحدثوهم دون وجه حق فهذه لي المعسى ولذلك هذا الإحراج الذي أحرجوا أحرجت الأمهات أحرجت الحكومة وأحرجت الكل في هذه الإنسانية التي تطالب بها العالم جميعا المقترض أن هذه الأم تكرم وأن هذه أخاصة في هذا اليوم العالمي الذي يعترفه الجميع العالم نجد أن الحكومة الشرعية وأيضا الحوثيون يهلون هذه المرأة ويقمعوها على أبواب الشجون يوم أمس أو قبل أمس كان الأمهات يريدنا أن دخلنا أكل لأبنائهم في سجون المسجونين في سجون جماعة الحوثي نفل قصة منعنا من الزيارة وسمى العقص بالأكل الذي عملنا الأمهات وقد تكلفت المبالغ الكثيرة وحرموا ومنعوا من إدخال الدواء والآكل والفلوس وأي حاجة لإدخالهم وكان يوما حزينا بالنسبة لهؤلاء الأمهات التي أرادت أن تفرح وترع ابنها مجرد رؤية من خلف الشب وإذا بهم يحرقوا قلبها في صنعاء وأيضا يحرقوا قلبها في عدل إذن سأستكمل معك سيدة أمت السلام وسنشرك معنا في الحديث الناشطة الحقوقية ستنضم إلينا سيدة ليزا البدوي أمين عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات مرحبا بك سيدة ليزا أهلا بكم مرحبا بكم وبمتابعينكم الأكارم أهلا بك سيدة ليزا كيف تنظرين لنضال الأم اليمنية في ظروف الحرب والانقلاب والكوارث المتلاحقة شكرا لكم أولا أود أن أوقع التهنئة بمناسبة عيد الأم 21 مرحبا لكل النساء في اليمن ولكل الأمهات وأسأل الله تعالى أن يقبر قلوبهم وخواطرهم بأولادهم جميعا وأن ينعمل الأمن والاستقرار على بلدنا اليمن وأن تنتهي حالة الإتلاب والميليشيا والحرب وأن تسلم جميع الأسلحة إلى الدولة وأن يعمل الأمن والاستقرار في بلادنا الوضع بالنسبة للمرأة اليمنية للأصف في خلال شهر مارس استقبلنا مناسبتين كانت من أجل المرأة 8 مارس اليوم المعالمي للمرأة و21 مارس عيد الأم لكن كانت المرأة اليمنية ظل هذه المناسبتين تعيش في أسوأ وضع على مستوى الإنسانية فالمرأة اليمنية للأسف إما أن تكون هي معرضة للانتهاك أن تكون معتقلة في أحد المعتقلات وهو ما رصدنا عديد من الحالات صنعة وإما أن تكون هذه المرأة أم أو زوجة لأحد المعتقلين وإما أن تكون هذه المرأة نازحة بسبب الصراعة المسلحة وامتدادها وبسبب تعانت ميليشيا الحوثي واستمرارها بسمادي وبسياح المدن وهو ما شاهدناه مؤخراً في خجور وانتهاك الحرمات وقتل النساء فهذا وضع أكيد سيء وإضافة لذلك الأمراض والأوبئة التي انتشرت في اليمن وللأسف أنه كمان منظمات المجتمع الدولي والإغاثة لم تعمل لذلك عملت اللازم للحد من هذه الأضرار والمخاطر التي تتعرضها النساء في عموم اليمن تتافت من نوع الانتهاكات نعم سيدة ليزة خلال السنوات الأخيرة ربما وضع المرأة أو الأمة اليمنية يختلف عن بقية الأمهات كثيراً بالتالي لو تلخص لنا أبرز التحديات والصعوبات والمشاكل التي تواجه المرأة اليمنية منذ بدأت الأزمة وحتى اليوم من كافة النواحي شكراً لك بالنسبة لو تتحدثنا عن التحديات التي تواجه المرأة اليمنية هي الآن كثيرة ومتعددة نحن كنا في وقت السلم وفي وقت الحوار الوطني كنا نتحدث عن مشاركة المرأة بالنسبة للحوار الوطني الشامل أو بالنسبة لكل الوظائف وبالنسبة للمشاركة الحقيقية والفاعلة للمرأة في لجنة سياغط الدستور في أثناء الحوار الوطني ثم إدماج المرأة في العمل وتمسين المرأة سياسياً وابتماعياً وكنا نتحدث عن كثير من الاتفاقات الدولية التي توقعت عليها اليمن أهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة التي توقعت عليها الجمهور اليمنيات سنة 85 كيف سيكون العمل من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بتمكينها من حقها في التعليم ومن فرص الحياة والعمل والقضاء على الزواج المبكر للفتيات الصغار حتى تحصلنا الفتيات على قضر وافي من التعليم ومن فرص الحياة وللحد من نسبة الوفيات العالية التي كانت تحدث بالنسبة للأمهات الصغيرات السن والأطفال والحديثين الولادة كنا نتحدث كثير عن جوانب الحقوق الحقوق التساوي بين المرأة وراجل كما نصد دشتورة يمنية وقوانين يمنية وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية من تلك الفترة حتى الآن تحسن الوضع ولو بالحد القليل للأسف أن الحوزي جماعة المتقلاب الذي حصل في ستمر 2014 عادنا إلى الوراء عشرات السنين يعني في الوقت الذي كنا نتكلم عن الخطة الخمسية في اليمن التي كانت بدأت تشك أن تمر بمراحلها يعني من الحوار الوطني وتحقيق دولة فدرالية دولة سلم وأمن واستقرار وأن يكون كل يعطف الذي حق حقه والقضية الغنوبية بعد أن تلقى صداء عادل بكل اليمن توفير كل الحقوق وللمرأة اليمنية التي انظلمت وتعديل بعض القيام لا أقول أنها قيام سيئة تمامة لكن في بعض التجاوزة بالنسبة كان لنا المفاهيم من تدريق البنات الصغيرات كان يابد أن تعمل الدولة عن طريق مؤسسات النظامات المجتمع المدني بالترفع التوعية عن أهمية ذهاب الفتاة إلى التعليم بدأت التعليم الإلزامي الأساسي حتى إنهاء المرحلة التعليم الأساسية ثم بعد ذلك أن تحصل على فرصها في الصحة في الصحة الجيدة ثم فرصها في الحياة في الأعمال حتى الأعمال البسيطة هذه كل الإنجازات التي كنا نسير عليها على خطأ ثابتة تدرينا نعود للخالف الآن المرأة اليمنية هي نفسها هدف للإنتهاك هدف للاعتقال ذاتها المرأة اليمنية الآن تماما القرار الأخير الذي صدر من قبل جماعة الحوظي بمنع المرأة من السفر بدون محرب بعد أن شاهدوا هذا الحراك النسوي القوي والذي بدأ يكتف الكثير من الانتهاكات يعني بكل الإمكانيات نرى هذه الجماعات تحاول أن تحد وأن تقلل من قيمة المرأة اليمنية وهي لها قيمة عظيمة منذ قدم التاريخ إذن سأعود إليك سيدة ليزة البدوي ابقي معنا وأذهب لرئيسة رابطة المهات المختطفين السيدة أمتة السلام الحاج سيدة أمتة السلام يعني المرأة لا تلاقى أو تلقى الحماية في مناطق سيطرة الميليشيا ولا تلقى الأمان أيضا والحماية في مناطق الشرعية من هي الجهة اليوم المخولة بحماية أمهات المختطفين والنساء لا شك أن المرأة أصبحت الحلقة الأضعف في هذا الموضوع كله الظلم على المرأة الانتهاك للمرأة السيطرة على المرأة المزوح للنساء الأمهات المختطفين تعاني من الذي سيحميها إذا كانت أمهات المختطفين تنتهك أمام باب الحكومة الشرعية أين عاد المخرج أين المفار من سيحمي؟ إذا كانت أمهات المختطفين من جماعة الكوتي والزينبيات وملاحقتهم وعندما تقف وقفت لا تتجاوز الأشر الدقائق أو الخمس الدقائق خوفا من متابعة وملاحقة جماعة الكوتي والزينبيات نرجع إلى مدينة عدن ومدينة المخررة والأمن والاستقرار الذي تقول عليه الحكومة فإذا به تنتهك هذه الأم أمام أعلى مقر للدولة الذي معنوا بمنطقة المعاشر هذا يعني لمن نقول كلمنا الأمم المستحدة فواصلنا مع المفوضية مع حقوق الإنسان مع الجميع نلابد أن تحمى هذه المرأة الأم لابد من كمايتها إذا كانت الشرعية تتصرف بهذه التصرفات ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى يحمينا ويحمي أمهات المستطفين ويحمي الأبناء داخل السجون ما لنا إلا الله نرفع أكفنا إلى الرحمن الذي بيده كل شيء لأنه أصبنا بإحباط أصبنا باليأس من هؤلاء البشر الذي يتفرج علينا ونحن نقف على أبواب السجون في كل يوم والعالم جميعا يحتفل بيوم المرأة ويوم الأم والمرأة اليمنية على أبواب السجون تعاني من هذه المعاناة وأيضا على أبواب الشرعية تدق كل الأبواب لكي تطالب بحق إنساني وليس بحق سياسي أو غيره تطالب بإخراج ابنها تطالب بإذا كان ابنها عمل شيء أو ارتكب إذن أن يقدم للمحاكمة ويعامل كما يعاملون المجرمين إذا أرادت الحكومة أن تصنفهم أنهم مجرمين وأنهم مدرسين ومعلمين ومدنيين وغيرهم لم يرتقبوا آثاما ولا جرائم وبالتالي مطلب الأمهات هو الاحتكام إلى القانون إذا كانت هناك أي جرائم أو ادعاءات إذن وضحت الصورة سيدة أمت السلام الحاج لا استرابطت أمهات المختطفين كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك وأعود لضيفتي من جنيف ليزا البدوي سيدة ليزا هناك منظمات معنية بشأن المرأة كيف تقيمين دور هذه المنظمات تجاه قضايا المرأة اليمنية صحيح هناك العديد من المنظمات الدولية التي عملت في اليمن من خلال تعزيز دور المرأة وحماية الطفل اليونيسيب واليونسك وأكسفام أكسفام تعمل في اليمن منذ 30 عاما لكن للأسف التقدم المحرز التي أفرز هذا العمل لم يكن بالشكل المطلوب يونسك برضو كانت لها كثير من البرامج بالنسبة لمساعدة الأطفال خاصة في المناطق النائية والأرياض بالذهب إلى المدارس وتشجيع الأسر كان إلى حد ما وصلت إلى نسب متقاربة بتحقيق بإدماج الفتاة في التعليم لأنني كانت الفتاة من نسبة للفتاة المتسبات للتعليم متدنية كثير مقارنة بالذكور الذين يذهبون إلى المدارس لكن الوضع المدردب في اليمن وعدم الاستقرار السياسي والحرب التي الآن تمرت منذ أكثر من أربع سنوات يعيدنا كثير للخالف أكيد أن هذه المنظمات وهذا ما نقوله دائما هنا في جنة لابد أن تعود من جديد بسياساتها بالنسبة لعملها وطبيعة الدورة التي قامت به أن تقيم أداها أنه لم يكن بالشكل المطلوب أيضا مثلا عندك القرارة الخاصة المعنية بالقضاء على تجنيد الأطفال في اليمن السيدة ليلى مرجوقي زارت اليمن في 2012 زارت اليمن من قبل ذلك من قبل الثورة وهي كانت ترصد أن هناك إدراك أو تجليد عدد كبير من الأطفال ضمن وحدات الجيش النظامي اليمني وقد كان يتم العمل على تسليح أؤلاء الأطفال من المؤسسات العسكرية في اليمن لكن الآن الحوثي بسبب هذا الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بذاتها دمجت أكثر من في وحداتها القتالية ثلثيهم من الأطفال الأمين العام للأمم المتحدة صرحت بذلك أن هناك ثلثي المقاتلين في اليمن هم دون السنة 18 سنة وهذه كارثة بحد ذاته ضد مستقبل البلد وضد التصول والإنسانية وضحت اليمن نعم إذن وضحت دور لم يكن كافيا أنا أردد أنه لم يكن كافيا بشكل مطلوب للأسف وضحت فكرتك سيدة ليزا البذوي أمين عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات أشكرك جزيلا كنت معنا من جنيف ونرحب معنا من مدينة إسطنبول الصحفية نبيلا سعيد وهي أيضا ناشطة حقوقية سيدة نبيلا مساء الخير مساء نور أهلا بك سيدة نبيلا كيف تتابعين اليمنية بينما يحتفي العالم بالمرأة يعني المرأة اليمنية هناك وضع مختلف أنا أنظر إلى المرأة اليمنية منذ 2011 تحديدا بأنها مستمرة على ذات الأهداف وذات الطموحات في الوصول إلى بلد يحترم فيه كيان الإنسان وتناهج في نفس الأهداف التي تنطلق إلى الحصول على دولة مدنية يعيش فيها الإنسان بسلامه أنا أتابع اليوم الحقيقة والمرأة اليمنية ما زالت حتى في هذا العيد الذي يحتفل فيه الأمهات من كل أنحاء العالم يختفل فيه للأمهات من كل أنحاء العالم بالمرأة ونضالها وإخراجها لنخبة من الشباب والفتيات يواصلوا حياتهم المستقبلية إلا أنها تناضل في أمام بوابات السجون وتناضل أمام بوابات المعتقلات وتناضل أمام بوابات تطالب يعني تطالب بإخراج أبناءها من السجون المخفين قصرا من المعتقلين هذه المتابعة الأخيرة التي تابعتها لإمرأة تتابع وراء ابنها مخفي وراء سجون الإمارات في منطقة عدن هناك حالة حالة من حالة الإنسانية ما زالت على نفس المنادى وتناضل لكنها أصبحت اليوم عرضة للمخاطر سيد نبيلة المرأة في مناطق سيطرة الميليشيا وأيضا في مناطق سيطرة الشرعية صارت عرضة للخطر في قضايا كثيرة ولو ركزنا على واحدة منها هي أيضا نضالات أمهات المختطفين هناك نضالات كأثيرة كون المرأة اليمنية اليوم تعيش حالا من تولي المسؤولية في ظل غياب رجل مخفي قصريا أو انتهى في دهاليز السجون أو قتلة في أي مكان بسبب ميليشيات الحوتي أو قيادة التحالف في الضرب غير المنطقي نرى أن هناك امرأة مختلفة حقيقة تتحمل عبءة ومسؤولية كبيرة جدا في ظل أيضا تخاذل واضح واضح جدا لحرب حقيقي لإخراج هذا البلد مما يمر فيه منذ أكثر من أربع سنوات بالنسبة للحرب ومنذ أربع يعني من ثمان سنوات بالنسبة يعني يعطى البلد هذا الوضع الآمن والحرية والكرامة الإنسانية نعم لكن إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات برأيك؟ إذا لم يكن هناك حل حقيقي تتبنىها الحكومة الشرعية ابتداءا ويتبنىها قيادة التحالف ثانيا ويتبنىها المجتمع الدولي ثالثا وتتبنىها القوى التي تتحدث باسم حقوق الإنسان لن يحدث هناك حراكي صحيح أن هناك عب إضافي على المرأة اليمنية أنها لا بد أن تناظر وتصبر وتنتظر لكن هذا قد لا يغير في مسيرة المرأة اليمنية لأن هذا هي الوضع الذي عرفت عليها المرأة اليمنية لكن هذا يضعنا أمام خذلان حقيقي يبدأ من الحكومة الشرعية التي أبناءها وبناتها والمرأة اليمنية التي تناظر من أجل الشرعية هي ما زالها نفس المعاناة ونفس المطالبة بالحقوق ونفس المطالبة بالحياة الكريمة نعم إذن أشكرك جزيلة شكر الصحفية وناشطة الحقوقية نبيلة سعيد كنتم معنا من مدينة إسطنبول ونشرك معنا في الحديث من عدن الناشطة الحقوقية أمات السلام الغفوري سيدة أمات الرحمن الغفوري عفوا أهلا بك ومساء الخير نفعل نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أحب أشكرككم على هذه الحلقة المميزة وهذه النفة الإنسانية لنقل ما تمرتد الأم اليمنية في هذه المناسبة العظيمة أهلا بك أمات الرحمن ونتسأل في البداية ما الذي يجعل الأم اليمنية تتحدى الظروف والمخاطر لتخوض هذا النضال اليوم طبعا هنا يجعل المرأة أكثر تحدي وثمود هي الظروف الصعبة التي تعيشه الأمة اليمنية خاصة وهي تحمل إدعا ثقيل على كاهلها سواء من فقدت زوجها أو من فقدت ابنها أو كذلك في الأمة الريفية التي تعمل بقدر استطاعتها على اكتار وسائل البقاء على قيد الهياة خاصة في زمن الحرب والفقر والمجاعة التي تعيشها في البلاد أمات الرحمن كيف يمكن تقييم تعاطي وزارة حقوق الإنسان تجاه ما تعانيه المرأة اليمنية للأكتب الكبير لا يوجد تعاون كبير مع الأمة اليمنية خاصة في هذا اللوم الذي تحتفل فيه الأمهات بمختلف بقاء العالم بأشخاص متعددة ومختلفة من الأتاليب للسيئة والمسيرة للفرح والذي يمر على الأم اليمنية وهي عن أبنائها المخصيين والمخصفين وكذلك الأم اليمنية التي تعاني من فقدان ابنها سواء كان شهيدا أو مخصي فلا يوجد تعاون كبير أو تعاطف من الجهات والمنظمات الدولية والأيام التي تعيشها المرأة خاصة هذه الأيام ما هي إلا رسالة للعالم أن الأم اليمنية ما زالت صامدة ومقاومة وتضحي تضحيات متتالية واحدة تلو الأخرى دون كلل أو ملل إلى أن تستعيد حقها وأبنائها وأن تستعيد دولتها وأمنها والسقرارها لكن للأسف الشديد لا يوجد هنا هذا كالتعاون الذي لابد أن يظهر المرأة هذه الحقوق المرأة اليمنية الصامدة رغم كل ما تمر فيه من معه طيب أمت الرحمن هنا تساؤل أخير ثمت سؤال يفرض نفسه فيما يتعلق بغياب كيانات بحجم اتحاد نساء اليمن وأيضا اللجنة الوطنية للمرأة هذه الكيانات غائبة عما تتعرض له النساء والأمهات من انتهاكات سواء كانت هذه الانتهاكات في صنعاء أو في عدن كيف نفسر هذا الغياب؟ والله في الحقيقة هو الغياب لا أعلم لماذا هدر وخوف يعني خصوصا أنها كيانات متخصصة أو تتحدث عن قضايا المرأة تحديدا وليست بعيدة عن الهدف صحيح هناك كيانات تتحدث عن المرأة نسمعها كل يوم هناك من يدعي حرية الحقوق والمرأة ومعاناة لكن ليس منهم في الأنط لا يوجد ناس في الأنط تعمل لأجل هذه المرأة اليوم تقف الأمهات سواء المخيمين أو أسر الشهداء والجرحة المطالب بذقوقهم وحقوق أبنائهم ولا يوجد من يساندها لإيصال هذا الصوت سواء إلى الجهات المعانية أو الإعلام أو أي وسيلة من هذه الوسائل وللأسف نحن نرى هذه كيانات سقط كصوار ولكن ليست كحقيقة على أرض الواقع تعمل لأجل هذه المرأة ولأجل مساعدتها ومساعدتها نعم أشكرك جزيل الشكر الناشطة الحقوقية أمت الرحمن العفوري كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن وفي ختم هذه الحلقة أيضا أشكر ضيوفي أشكر سيدة ليزة البدوي كانت معنا من جنيف أمين عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات وشكر أيضا للناشطة الحقوقية والصحفية نبيلة سعيد كانت معنا من مدينة الصنبول ونشكر أيضا أمت السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطمين كانت معنا من القاهرة وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديعطة وهي أيضا من جميع فراطة قام العمل حتى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة